يموت اليمنيون منذ خمس سنين رميا بالرصاص وقصفا بالمدافع والصواريخ يموتون كذلك فقرا ويموتون مرضا إلا أنهم قبل ذلك كله يموتون انقساما وتشردما وطائفية قبل أكثر من أربع سنين استبشر اليمنيون خيرا بعاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية غير أن رياح الحرب أتت بما لا يشتهيه شعب اليمن فامتدت الحرب سنة تلو أخرى دون حسم منظور وأغرت حالة السيولة السياسية والعسكرية في البلاد بعض الانفصاليين في الجنوب اليمني فعادت الأصوات المنادية بالانفصال تعلو شيئا فشيئا ثم ما لبثت أن تحولت إلى عمل عسكري ضد الحكومة الشرعية في محافظتي عدن وأبيان جنوب البلاد قوات الحزام الأمن التابعة للمجلس الانتقال الجنوب الداعي إلى انفصال الجنوب اليمني عن شماله نفذت في المحافظتين ما وصفته الحكومة الشرعية بانقلاب عسكري جديد يستهدف وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويفتح جبهة جديدة للحرب في البلاد جبهة من شأنها تعميق الهوة بين الشركاء السابقين في التحالف العربي وكذلك الكشف عن قدر كبير من التناقض داخل هذا التحالف فالسعوديون الذين يقودون التحالف العربي يدعمون الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربو منصور هادي المقيم مؤقتا في الرياض بينما تمول دولة الإمارات العربية المتحدة وتسلح قوات الحزام الأمني والجماعات الانفصالية المسلحة على الرغم من الشراكة السعودية الإماراتية في قيادة التحالف العربي وبحسب محللين فإن المصالح السياسية والعسكرية تطغى مجددا على سلامة وأمن الشعب اليمني الأمر الذي يهدد بتمديد زمن الحرب في البلاد وإشعال جبهات جديدة لا سيما في مناطق الجنوب اليمني ما يعني استمرار معاناة اليمنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية التي صنفتها الأمم المتحدة كأسوأ كارثة إنسانية في العالم بينما يبقى المجتمع الدولي مشاركا في هذه الجريمة ولو بصفة مراقب